بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إزمعين ثم أما بعد نبدأ معكم دورة المتطلبات العامة لأجهزة الحماية ما المقصود بالمتطلبات العامة؟ ما هي الشروط الواجب توفرها في هذا الرليل حتى أقبله أو أرفضه؟ ما هو المرجع الرفرنس اللي أنا برجع له لقبول الرليل أو رفضه؟ من المتطلبات العامة لأجهزة الرليل أن يكون معتمد عليه أن يكون الرليل عنده خاصية الريلابيلتي الاعتمادية إيش عن الريلابيلتي؟ أن يكون الرليل يعتمد عليه في الوظيفة التي يصمم من أجلها فمش من المنطق أن أنا أجيب الرليل احتمال يشتغل واحتمال ما يشتغل هذا بصير خارج المنطق فالاعتمادية هي أحد المتطلبات الأساسية لقبول الرليء أو رفضه فالريليء الذي ليس عنده أي اعتمادية أنه ممكن يعمل أو ما يعمل يمكن يعمل الترب أو ما يعمل الترب وقت العطل إحنا بنحكي إذا كان لا يعتمد عليه فلا حاجة لوضعه أصلا أمام الطلب الثاني من الطلبات الحماية الكهربائية هي الانتقائية واللي هي فمش مطلوب من الرليء أنه يشتغل ولا ما يشتغل أكيد لازم يشتغل لا يكفي أن يكون لدينا الرليء فجميع الرليز في السابس تيشن عند حطف عطل تتحسس العطل ولكن المشكلة ليس في أن الرليء عمل أو لم يعمل الإشكالية تكون هل تحسس الرليء الفولت في الشكل الصحيح وهل عزل المنطقة المتعطلة بشكل صحيح أم عزل منطقة غير متعطلة فالسيلكتيفتي هي قدرة الرليء على عزل الجزء المتعطل فقط وترك الجزء الغير متعطل السليم دون أي مشاكل هذا أحد أهم المتطلبات الأساسية في الحماية الكهربائية المتطلب الأول هو الرليابلتي الاعتمدية يعتمد عليه أنه لازم يشتغل وإذا لا يعتمد عليه مرفوض والسيلكتيفتي الانتقائية قدرته على تمييز العطل ومنطقته وما المطلوب أن يفصل فإذا كان غير قادر على تمييز ما هو الشيء الذي يجب أن يفصل هذا الرليء يعتبر مرفوض أما المتطلب الثالث من المتطلبات الحماية الحساسية فمطلوب من الرليء أن يكون لأقل قيمة تيار عطل ممكن أن تحدث في داخل منطقته فالأعطاء للهي إمبدانس تمتاز بتيار عطل قليل جدا يجب على الرليء أن يتحسس هذه القيمة وأن يكون قادر على التمييز بين قيمة تيار عطل وقيمة الحمل نلاحظ في هذا الفيديو سقوط خط ضغط عالي في أحدى مناطق الصحروية الجافة والتي تمتاز بمقاومة عالي جدا أدت لظهور تيار عطل قليل جدا لم يستطع جهاز الحماية تحسسه فبقي الخط شغال حتى بعد سقوطه وأدى لمقتل هذا العدد الكبير من الكائنات الحية وهذا يمثل خطر كبير على سلامة العاملين أو حتى القاتلين في تلك الأحياء السكنية ومن هنا جاءت أهمية التطلب الحساسية لدى جهاز الحماية أما المتطلب الرابع من المتطلبات الحماية السبيد السرعة في عزل العطل فيجب على الرلي أن يعزل العطل بالسرعة الكافية قبل انهيار المعدة فحدوث الفولت نفترض أنه حدث عندي فولت على البسبار وتيار العطل على البسبار قيمته 40 كيلو أمبير هذا البسبار لا يستطيع تحمل 40 كيلو أمبير لفترة زمنية طويلة وإلا تينهار يعمل بريكداون ويذوب حتى فيجب عزل العطل قبل انهيار قبل حدوث انهيار البسبار أو انهيار الكابل أو انهيار الترانسفورمر كما أن سرعة عزل العطل تساعد على تحسين استقرار الشبكة ووضع التصميم المناسب للبروتكشن سكيم تعتمد قيمة أقل تيار العطل في الشبكة الكهربائية على ثلاث افتراضات حدوث شورت سيركت عند نهاية الخط ووجود مولد واحد فقط وأن تكون مقاومة القوس الكهرباء الحادث وقت العطل كبير جداً ولكن يجب مراعاة أن لا يكون تيار التشغيل للريليز صغير نسبياً لعدة أسباب منها أن لا تعمل الرليز عند قيم تيارات اللود الطبيعية وأن لا تعمل أيضاً في حالة وجود أعطال خارج منطقة الزونية الخاصة بها وعلى الرغم من أهمية عزل العطل بسرعة إلا أن التايم ديلي أحياناً يكون مرغوب للأسباب التالية السبب الأول التمييز بين مين البروتكشن والباكعب ببروتكشن والسبب الثاني التغلب على التشغيل الخاطئ للريليز في الحالات التالية الحالة الأولى لستارتيك كرانت والترانزيانت فولت وحالة التغير في الأحمال أما المتطلب الخامس من مطلبات الحماية الاستقرار فنظام الوقاية يجب أن يكون مستقر بمعنى إذا حدث شرط سيركت خارج منطقة حمايته يجب أن لا يعمل وأن يبقى مستقر فلا يعمل بدون داعي أما المتطلب السادس من مطلبات الحماية وهي الاقتصاد يجب بناء نظام حماية عالي الكفاءة بأقل التكاليف وتقدر تكلفة إنشاء أجهزة الحماية في نظام القدرة من 1 إلى 2 بالمئة من التكلفة القلية لنظام القدرة ملهم نهضة وطن